أقول لك فت قضية؟ هاي إليك راح نقصب لك يا تدري أنت القضاة اللي حاكمه صدام حسين ولا واحد منهم استلم منصب بعد المحاكمة؟ غيري يخافون عليهم؟ لا ولا لا يخافون لهم سايبين بالشارع حتى لا حمايات ولا شيء اسمها حصانات حصر عليهم الوظيفة عندما تكلف مجموعة من القضاة في قضية ما ويرفضون الانضمام إليها فاعلم أن الماثل في المحكمة ليس إنسانا عاديا فقد رفض مجموعة من القضاة تكليفهم بقضية صدام حسين فمنهم من رفض بحجة السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج ومنهم من هرب إلى كردستان فأن تكون قاضيا جنائيا فهذا أمر عادي لكن أن تكون قاضيا في محكمة جنائية يقف فيها صدام حسين فأنت تلعب في النار في هذا الفيديو نستعرض معكم مصير أبرز ثلاثة قضاة حاكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين القاضي محمد العريبي هو محمد العريبي مجيد الخليفة المحمداوي قاضي عراقي ولد في الكرادة الشرقية ببغداد في السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة تسع وستين وتسعمائة وألف دخل كلية القانون بجامعة بغداد سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف وتخرج منها سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة وألف اشتهر سنة الفين وستة بعد محاكمته الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بقضية الأنفال وبعد أن ظن نفسه اسطورة في القضاء وجد نفسه مرميا في منزله بلا عمل لا في القضاء ولا في أي وظيفة حكومية عانى آخر حياته من الفقر الشديد وظهر على الفضائيات العراقية يتسول ويتعطف الناس عليه لكن دون جدوى ظلت لعنة صدام حسين تلاحقه حتى هلك بفيروس كورونا سنة الفين وواحد وعشرون القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ولد في حلبجة سنة احدى وأربعين وتسعمائة وألف درس في محافظة السليمانية والتحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد سنة تسع وخمسين وتسعمائة وألف واعتقل في عام ثلاثة وستين وتسعمائة وألف وذلك لانتمائه للحزب الديمقراطي الكردستاني وفيما بعد عفى عنه القضاء العراقي وبعد سنوات حكم عليه بالمؤبد سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف وبعد ثلاث سنوات أي سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف عفى عنه صدام حسين ظهرت شائعات كثيرة عن موته لكنه في الحقيقة يقضي ما تبقى من عمره في احدى مستشفيات محافظة السليمانية مصابا بشلل جزئي ويعاني من الخرف وفقدان للذاكرة القاضي مونير حداد قاضٍ عراقي كان خريج كلية القانون بجامعة بغداد ولد مونير سنة أربعٍ وستين وتسعمائةٍ وألف في بغداد لأسرةٍ كردية ويقال أن أصولهم من يهود أصفهان وبعد تخرجه عمل محامياً في بغداد ثم غادر العراق بسبب معارضة أسرته لنظام صدام حسين ومن ثم عاد في الفين وثلاثة وعمل قاضياً في المحكمة الجنائية في العليا وهو من وقع وأشرف شخصياً على إعدام صدام حسين وفي سنة الفين وإحدى عشر تعرض مونير إلى محاولة اغتيال في وسط العاصمة بغداد ولكنه نجى منها بأعجوبة وبعد تلك الحادثة ورغم ثرائه إلا أنه يعيش سجيناً ضمن منزله المليئ بشتى أنواع الأسلحة خوفاً على حياته من الاغتيال وبعد تخلي الحكومة العراقية عنه أنفق أغلب ثروته على الحمايات الخاصة هذا هو عدل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخونة الذين تآمروا مع المحتل ضد قائدهم وأبناء جلدتهم رحم الله رجالات العراق